ردة الفعل الدبلوماسية تجاه الاتهامات الإسرائيلية يبدو أنها لم ترق لمطلقها فمن منبر الأمم المتحدة انتقل رئيس وزراء العدو بن يمين نتنياهو إلى تويتر ليصاعد من لهجته تجاه لبنان على إثر الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل وعدد من السفراء المعتمدين في لبنان على المواقع التي ادعى نتنياهو أنها تحتوي على منصات صواريخ لحزب الله وسأل نتنياهو السفراء لماذا انتظر الطرف اللبناني ثلاثة أيام قبل القيام بتلك الجولة حزب الله يعمل بشكل اعتيادي على إخلاء معداته من المواقع التي تم الكشف عنها من المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها من خلال التغطية على حزب الله الذي أخذ لبنان رهينة في عدوانه على إسرائيل وأضاف نتنياهو أن حزب الله يكذب للمجتمع الدولي بشكل سافر من خلال الجولة الدعائية الخادعة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني حين اصطحب سفراء أجانب إلى ملعب كرة القدم ولكنهم تنعى عن زيارة مصنع تحت الأرض متاخم له حيث يتم إنتاج الصواريخ العالية الدقة خطوة الدبلوماسية اللبنانية أثنى عليها تكتل لبنان القوي المدعوم من رئيس الجمهورية ميشيل عون معتبرا أن ما قام به الوزير جبران بسيل ردة فعل دبلوماسية من الطراز الأول ادعاءات نتنياهو والرد اللبناني وكلام أدرعي فيما بعد ما فينا كان بالتكتل ناخده كما كل اللبنانيين بشكل بسيط وما فينا نستلشئ بأهمية الموضوع من هون كانت صوابية رد وزارة الخارجية واستعمال الدبلوماسية للدفاع عن لبنان اليوم المطلوب من السياسيين وبعض الأصوات الشاذة أنه توقف مع الفريق اللبناني والدبلوماسية اللبنانية صف واحد لحتى ندافع على المصالح اللبنانية وفي مجلس النواب أثنت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين على خطوة الخارجية اللبنانية كاشفة عن خطوات استكمالا لمبادرتها كما قررت اللجنة أن تقوم بزيارة إلى جنوب لبنان أولا لزيارة قيادة الجيش في المنطقة الجنوبية ومن ثم أيضا زيارة قوات اليونيفر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان واستعراض الأوضاح هناك معهم لبنان طبعا بحاجة إلى حماية لأن الأطماع الإسرائيلية والتهدادات الإسرائيلية ما زالت تهدد هذا البلد الصغير ولأن العدوان الإسرائيلي كان دائما غدارا في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيكدار ليبرمن أن إسرائيل تملك معلومات أخرى عن مصانع الصواريخ الإيرانية وتلك التابعة لحزب الله في لبنان وأنها ستكشف عنها في وقت لاحق